موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية ثمن وزراء الخارجية المشاركون في منتدى التعاون العربي الروسي في نسخته السادسة دور صاحب الجلالة الملك محمد السادسة رئيس لجنة القدس في دعم وصمود المقدسيين من خلال مشاريع ملموسة تنفذها وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس نتابع وزراء الخارجية المشاركون في منتدى التعاون العربي الروسي في نسخته السادسة يثمنون دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في دعم وصمود المقدسيين من خلال مشاريع ملموسة تنفذها وكالة بيت مال القدس الذراع الميدانية للجنة القدس جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر عن منتدى التعاون العربي الروسي في مراكش حيث أكد على دعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة ودعم صمود القدس والمقدسيين من خلال برامج ومشاريع وكالة بيت مال القدس الشريفة هذا الاجتماع ذو الطابع الإقليمي على مستوى وزراء الخارجية ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وحضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفا والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي والوفود الوزارية للدول العربية المشاركة إذ تم الاتفاق على عقد هذه الدورة على شكل ترويكا موسع تتكون من الأمين العام للجامعة العربية والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية وكذا رئاسة القمة العربية السيد بوريطة دعا إلى الرقيب منتدى التعاون العربي الروسي إلى مستوى حوار استراتيجي فعلي وفاعل مضيفا أن هذه الشراكة يتعين أن تبنى على الاحترام المتبادل وتعلو بالمسؤولية المشتركة شراكة تتفرد في مضمونها وتبقى منفتحة في حكامتها ويكون التضامن عنوانها والوفاء بالالتزامات مبدأها وفق السيد بوريطة من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي أن المنتدى آلية لبلورة المواقف المشتركة وفرصة لمناقشة أفق تعميق التعاون فيما أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة عبر تقنية الفيديو بالتعاون المبتد على كافة المستويات مع روسيا الاتحادية مؤكدا أن روسيا شريك دولي فاعل لا تقتصر العلاقة معها على البعد السياسي والاستراتيجي بل تتعداها إلى المجال الاقتصادي منتدى التعاون العربي الروسي لقاء يبحث قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي ومنصة تعززت لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي هذا وضمن سياق متصل أكد وزير الشؤون الخارجية الروسية سيرجي لفروف أمس بمراكش أن بلاده تدعم الوصول إلى تسوية مستدامة على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي لتسوية النزاع في الصحراء المغربية المزيد في تقرير عبداللطيف من طالب روسيا تدعم الوصول إلى تسوية مستدامة على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي لتسوية النزاع في الصحراء المغربية وفق وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرجي لفروف عقب مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في اختتام منتدى التعاون العربي الروسي معارباً عن دعم بلاده لجهود الوساطة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ستيفان ديميسورا ندعم الوصول إلى تسوية مستدامة على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة ونحن ننوي مواصلة تمسكنا بهذا الخط المبدئي الهادف إلى التطوير وبلوارة القرارات المناسبة من جانبها السيد بوريطة أكد أن العلاقات المغربية الروسية تاريخية ومتميزة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مضيفاً أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل كبير بعد زيارة جلالة الملك إلى روسيا عام 2002 توجت بالتوقيع على شراكة استراتيجية وزيارة جلالته الثاني عام 2016 أعلن خلالها عن شراكة متجددة بين البلدين السنة المقبلة سنعقد لاجتماع اللجنة المشتركة في روسيا وسيكون مناسبة لتوقيع لمجموعة من الاتفاقية التنائية الجاهزة لتعزز الحوار السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والتي تطورت التعاون في العديد من القطاعات السيد لفروف وضح أنه تم تأكيد تفعيل الشراكة بين البلدين لإنجاز مقتضياتها في مجالات وقطاعات عديدة ما سيشكل مناسبة وفق السيد بوريطا للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي ستسهم في تطوير التعاون الثنائي هذا وجدد رئيس الجمعية الوطنية السينيغالية أماد مامي ديوبا أمسن بدكار دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء وأكد ديوبا في ختام مباحثاته مع رئيس مجلس نواب رشيد الطالبي العالمي الذي يزور السينيغال على رأس وفد برلماني هام أكد على تقارب وشهة نظر البلدين إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشتركة وأشهد بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز العلاقات الثنائية معربا عن عميق امتنانه لجلالة الملك على الاهتمام الذي يليه جلالته لتطوير العلاقات الثنائية كما تبرهن على ذلك الزيارات الرسمية الثمانية التي قام بها جلالته للسينيغال وخطابه التاريخية الذي ألقاه من دكار عام 2016 بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء نبقى دائما بدكار حيث استخبل الرئيس والسينيغالي ماكي سال مساء أمس بالقصر الرئاسي بدكار رئيس مجلس نواب رشيد الطالبي العالمي الذي يقوم بزيارة عمل إلى السينيغال وشرى هذا الاستقبال بحضور رئيسي الجمعية الوطنية السينيغالية أماد مامي ديوبا وسفيري صاحبي الجلالة بالسينيغال حسن الناصرية ويرافق سيد الطالبي العالمي خلال هذه الزيارة وفد يتكون من الساد أحمد أتويزي رئيس فريق الأسالة والمعاصرة وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي والشاوي بالعسالة رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعية ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية وفي ختام هذا الاستقبال وشح الرئيس ماكي سهل السيد الطالبي العالمي بوسام الأسد الوطنية من درجة قائد فيما تم توشيح الساد أحمد تويزي وعبد الرحيم شهيد والشاوي بالعسال ورشيد حموني بأوسمة الأسد الوطنية من درجة ضابط ننتقل بكم الآن لمقر وكالتي المغرب العربي للأنباء لمتابعة أطواري الندوى الصحيفية الأسبوعية التي يعقدها النطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس لنتابعة القانونية طبقا للفصل الثاني والتسعون من الدستور في بداية أشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصدقها على مشروع المرسوم رقم جوج 23 سبعمية بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين المشتركين طبقا للقانون 18 سفر سفر المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية قدمته السيدة فاطم الزهراء المنصوري وزيرة إعداد تراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 18 سفر سفر المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون الرقم 16 والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية وملاحق الميزانية التقديرية والحساب الإحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطريقة ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسبات للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية بعد ذلك تداول مجلس الحكومة والصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المصارى قدمته السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج تنموي الجديد ولا سيما تلك التي حتت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة قدمته أيضا سيدة ليلة بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد خاصة من هاتلك التي حتت على ضرورة الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتاج الخالي من انبعاتات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما يأتي هذا المشروع بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسسات المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنصيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة وارتباطاً بمشروع المرسوم رقم جوج 23-11-18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 06-574 بتاريخ عشرات الحجة الـ 427-31 ديسمبر 2006 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوصة عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب فقد تم إرجاؤه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة وفي الختام ونظراً للأهمية التي توليها الحكومة لتفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إلى 350 مليون دولار والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع دعا السيد رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد الاجتماع القادم لللجنة بين الوزارية لتنمية الاقتصادي الأزرق إذن كان هذا نص البلاغ كنتم مشاهدين الكرام مع النقل المباشر لوقائعية الندوة الصحفية التي عقبت الشماع لمجلس الحكومة عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاسا تفاصيل هذه الندوة سوف نعرضها في نشرتنا المقبلة أكدت وزيرة وتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار بالقاهرة عند المملكة المغربية تحت القيادة الملكية تدخلت مرحلة تحول كبير على الصعيد الاجتماعي جاء ذلك عقب الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثلاثة والأربعين لمجلس وزرائي الشؤوني الاجتماعية العرب رضو المستقيم في المتابعة المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دخلت مرحلة تحول كبير على الصعيد الاجتماعي هذا ما أكدته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيد عواطف حيار خلال الجلسة الاجتماعية لأعمال الدورة الثلاثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام بالنيابة السيد عادي الغمارت السيد حيار أضفت أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الجسر جاءت لتعزيز هذه الدينامية الوطنية باعتبارها آلية جديدة لتقوية الهندسة الاجتماعية حيث اعتمدت مبادئ التنمية الدامجة والمقاربة الخضراء والتشاركية والرقمنة والالتقائية وخالصت السيد حيار إلى أن المغرب سيحتضن العمل مقبل مؤتمرا دوليا حول اقتصاد الرعاية من أجل بلوارة برامج جديدة تهدف إلى دعم الأسرة وتسهيل التوفيق ما بين الحياة العمليات والخاصة للمرأة المغربية والعمل على تمكينها اقتصاديا وتوفير بيئة ميسرة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأشخاص المسنين وفي إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجة إلى رئيس الحكومة بشأن عادة النظر في المدونة استمعت الهيئة في جلسات منفصلة المقترحات وتصورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لهيئة الموثقين والمركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية عود مع رضوان مستقيمة الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت في جلسات منفصلة لمقترحات وتصورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لهيئات الموثقين والمركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالمملكة اليوم المجلس الوطني الحق الإنسان بعد مصادقة جمعيته العامة هذا الصباح على مذكرته قدمها أمام اللجنة الخاصة بتعديل مدونة الأسرة مذكرة المجلس الوطني الحق الإنسان تعتمد على أربعة مبادئ أو مداخل أولا هي المساوات وعدم التمييز الثاني هو مصلحة الفضلة للطفل مبدأ الثالث عدم ترك أحد خلف الركب والمبدأ الرابع هو توسيع سلطان الإرادة وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابية من خلال منظورها للمساوات والتوازن الأسري وما أتحته من تقدم اجتماعي كبير جانب الأول هو ما يتعلق بالدمة المالية المشتركة بين الزوجين الشيق الثاني هو ما يتعلق بحماية مال القاسر والشيق الثالث هو كل ما يتعلق بإشهار هذه المعاملات للمهنيين خصوصاً وفي مرحلة أخرى بالنسبة للمعنيين بالأمر حاولنا أمكان ذلك النواقص التي تعتالي مدونة الأسرة كان مشكلة ذلك التعدد، مشكلة ذلك الزوج القاسر مشكلة ذلك النيابة الشرعية حاولنا ما أمكان أن نقشوها مع مجموعة ذلك الأكاديمية وخرجنا بحض المجموعة للخلاصة لقدرنا تقرير خيتامي لحول توصية ذلك الندوة وعن أرضوها اليوم إن شاء الله لهذا العضاء ذلك اللجنة أتمنى الله أن نكونوا متوفقين وهذا تعديلت ذلك المدونة الأسرة يتساجب المستجدات التي جابتها في 2011 وتواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة وطنيا دائما ننثمت بالمركز الصحي الحضري بمدينة تارودانتا حملة طبية للكشف المبكر عن فقدان أو ضعف السمع لدى الأطفال وتميزت هذه الحملة الطبية بتقديم خدمات مشانية لمجموعة من الأطفال شماء باكا والتفاصيل هي حملة طبية نظمها المركز الصحي الحضري بمدينة تارودانتا حملة للكشف المبكر عن فقدان أو ضعف السمع لدى الأطفال ولأن التوعية بإهمية تشخيص مبكر يبقى الحل الأمثل لتفادي الوصول إلى مراحل متقدمة النقص أو فقدان السمع هي إعاقة مخفية يعني أن الطفل ما يجيش تسناش يقول لك أنه ما تنسمعش ولكن عندنا علامات غير مباشرة وهي التأخر في النطق صعوبات مدرسية أو أن الطفل عنده أحد من العائلة لديه إعاقة سمعية لنعافو أنه هذه الإعاقة السمعية هي قابلة للعلاج هي قابلة للعلاج في المغرب ولكن بشرط أنه يكون الكشف والتكفل المبكر الحملة الطبية عرفت تقديم خدمات مجانية لمجموعة من الأطفال وتوعية بإهمية التشخيص المبكر كما تم تشخيص أزيد من 200 حالة من ساكنة مدينة تارودانت المبادرة عرفت مشاركة طاقم طبي ضم أطباء أخصائيين في أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى مساعدين قاموا بإجراء كشفات سريرية وأخرى تقنية متطورة لفائدة المردى وفي الورقة الرياضية حافظ المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على مركزه الثالث عشر في التصنيف الشهري الذي أصدرته الفيفا اليوم وكرسوا سد الأطلس بحصولهم على 1661.69 نقطة صدرتهما الدولية للمتخابات على الصعيد الإفريقي أمام السنغال في المركز العشرين كما يواصل المنتخب الوطني ريادته على الصعيد العربي متبوعا بتونس في الرتبة الثامنة والعشرين وعالميا واصل بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بسطى صدرته للترتيب متبوعا بمنتخب فرنسا ثم المنتخب الإنجليزي بالورقة الرياضية ناصر المشاهد الكرام لنهاية هذا العرض الإخباري نشكر لكم حسن وطيب المتابعة الطيب المنا